السلام عليكم وأهلا وسهلا بكم في فيديو جديد أعلنت شركة انفينيكس على النوت 12 VIP جهاز ممتاز جدا يأتينا من الفئة المتوسطة بمواصفية خرفية سنتعرف على كل ما يقدمه على السعر الرسمي الذي ينزل به لكن قبل أن نبدأ لا تنسى الإعجاب بالنقر على الزر لايك إذا كان لديك أي استفسار اكتب لي تحت في التعليقات أما إذا كانت هذه أول مرة تشاهد قناتنا لتضيع هذه الفرصة اشترك الآن وفعل زر الجرس لتكون متابعة لآخر الأخبار والتطورات التكنولوجية أولا بأول بداية مع الشاشة يأتينا الجهاز مع الشاشة من نوع AMOLED 1B Color الشاشة كبيرة جدا بحجم 6.7 إنش مع ريفرش ريت تردد 120 هرت الظهر يأتينا بتصميم ممتاز جدا نجد مستطيل كبير هنا يحتوي على ثلاث كاميرات خلفية وفلاش LED الكاميرا الأساسية تأتينا بدقة 108 ميجابيكسل وبفتحة عدسة F1.8 الكاميرا الثانية كاميرا ألترا وايد لتصوير الزبية الواسعة تأتينا بدقة 13 ميجابيكسل وبفتحة عدسة F2.2 والكاميرا الثالثة كاميرا Depth Sensor تأتينا بدقة 2 ميجابيكسل وبفتحة عدسة F2.4 النوت 12 VIP يأتينا مع كاميرا أمامي فقط تأتينا بدقة 16 ميجابيكسل ننتقل إلى ايدي الجهاز وهنا يأتينا مع معالج من شركة ميدياتيك الهيليو جي 96 بمعمرية 12 نانومتر معالج لا يعتبر الأفضل في هذه الفئة السعرية سيعطيك تجربة ايدي عادية يوجد أفضل من هذا المعالج في هذه الفئة السعرية مع الكثير من الهواتف لكن حسب رأيي تعتبر هذه النقطة الوحيدة التي يضعف فيها هذا الجهاز نجد هنا أحدث نسخة لأندرويد الأندرويد 12 ووجهة XOS 10.6 بطارية عملاقة هنا تأتينا بحجم 4500 ميلي أمبير والأهم أن الجهاز يدعم الشحن الصاروخي بسرعة 120 وات نعم 120 وات وهذا الشيء يحسب للإنفينيكس نوت 12 VIP هذا الشيء لن تجده حتى مع أجهزة تأتينا ب1000 دولار وأكثر 120 وات هو الشحن خورة في تجربة الشحن هنا من صفر إلى 100 بالمئة في 17 دقيق بالنسبة للنسخ الذي ينزل بها الامفينيكس نوت 12 VIP هي نسخة فقط 128 جيجا مساحة داخلية مع أربعة رام والجهاز يدعم مدخل مايكرو اس دي يعني بإمكاننا إضافة مساحة داخلية أكيد هنا الجهاز يأتينا مع مدخل يو اس بي تايب سي يأتينا مع بصمة على الجنب الأيمن سايد مونتد نجد هنا سماعتين خارجية بجودة صوت جيدة والجهاز يدعم مدخل الثلاثة ونصف ملي للهيدفون جاك بالنسبة للألوان الجهاز يتوفر باللون الأسود واللون الرمادي ويبدأ السعر الامفينيكس نوت 12 VIP من مائتين وتسعون يورو ما يعادل ثلاثمائة دولار سعر ممتاز جدا يعتبر منافس كبير في هذه الفئة السعرية التي ينزل فيها الجهاز كل المواصفات على التراز مع المعالج الذي يعتبر جيد لكن ليس الأفضل في الفئة السعرية التي ينزل فيها الامفينيكس نوت 12 VIP اكتبوا لي اراءكم في التعليقات حول هذا الجهاز اشكركم على المتابعة في ختم الفيديو لا تنسوا اللايك سبسكرايب وفعلوا زر الجرس ليس لكم كل جديد اراكم في فيديو قادم الى اللقاء وشكرا